إصال البريد بالقوارب طريقة تقليدية معروفة منذ أكثر من 120 عاما في قرية صغيرة شرق ألمانيا نتعرف اليوم على سيدة أندريا بونار ساعية البريد التي تقود قاربها الخشبي لتقدم الخدمة البريدية لعشرات المنازل بعضها لا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب لوقوعها في جزيرة صغيرة تحيط بها قنوات مائية ضيقة لنتابع إصال البريد بالقوارب هو طريقة تقليدية معروفة منذ أكثر من 120 عاما في قرية صغيرة بمنطقة سبريفالد بشرق ألمانيا جنوب العاصمة برلين فلا تزال هذه السيدة ساعية البريد أندريا بونار تقود قاربها الخشبي مستخدمة مجداف طويلا فقط في تسييره لتقدم الخدمة البريدية لنحو 65 منزلا بعضها لا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب لوقوعها في جزيرة صغيرة تحيط بها قنوات مائية ضيقة وقالت أندريا إن سكان القرية وددون للغاية كما هو حال زبائنها في المدن مضيفة أنهم يعيشون طريقة مختلفة للحياة فالكل هنا يعرفونها حتى أن الأطفال أطلقوا عليها لقب قارب البريد وأضافت أنها تؤدي عملها في الصباح بالسيارة في شوارع بلدة لوبينعو المجاورة وتكون محاطة بالضوضاء والمرور حيث يعيش فيها 16 ألف شخص لكنها عندما تنتقل للعمل على القارب فإنها تشعر بالاسترخاء والراحة بسبب التأثير المهدئ للمياه والمنطقة المحيطة بها ولا تعمل بونار على إيصال الرسائل والطرود فحسب بل تبيع الطوابع البريدية أيضا وقد يصل وزن ما تحمله في القارب من بضائع إلى 31 كيلو جراما وكانت تعاني في إيصال بعض الأشياء من قبيل ماكينات جز العشب والشاشات التلفزيونية الكبيرة والأرجوحات وبالنسبة لبونار فإنها تشعر بالراحة لأن موسمها الذي تعمل فيه على إيصال البريد إلى هذه القرية يبدأ من شهر أبريل نيسان وينتهي في أكتوبر تشرين الأول أما في فصل الشتاء فإن البريد يجري إيصاله بالسيارة إلى أقرب نقطة من منازل سكان المنطقة قبل أن يضطر ساعي البريد لنقله إلى المنازل سيرا على الأقدام عبر جسور خشبية أحيانا ما تكون زلقة بفعل جليد الشتاء